أعلنت منظمة الأمم المتحدة لطفولة يونساف أن التقديرات تشير إلى أن 17 ألف طفل فلسطيني في غزة فقدوا أو فقدوا ذويهم أو انفصلوا عن عائلاتهم بسبب العدوان الإسرائيلي على القطع قال مدير اتصالات اليونساف في الأراضي الفلسطينية أن الصحة النفسية للأطفال تأثرت بشكل خطير بسبب الأحداث التي شهدتها غزة منهم من فقد الأب ومنهم من أصبح بلا أم ومنهم من بات بدون الاثنين إنهم آلاف الأطفال اليتامة في غزة الذين حرمهم الاحتلال الإسرائيلي من ذويهم ممن سقطوا ضحايا العدواني على القطع كنا في الخيمة أنا وكل أهلي وإحنا والطلاب كله يجعلينه ونرصال بابا راح يشوف يشوفي لجأ حكينا فيه درد صين مصر القصف طول وجعد بيحكي يعاني هؤلاء الأطفال الوحدة وعلاوة على أوجاع النفس يأن الجسد من شظايا آلة الحرب الإسرائيلية المتواصلة على القطع منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونسيف فتحت أحضانها لهؤلاء الأطفال المحرومين من دفء العائلة فقد ووفرت المواد اللازمة لغرف الجراحة لعلاج إصابات هؤلاء الأطفال الذين يواجهون شبح الموت يوميا داخل نحو أربعة عشر مستشفى يعمل بشكل جزئي من بين ستة وثلاثين مستشفى في القطع وتجاوزت اليونسيف دور الطبيب المخفف لألام البراءة لتمارس مهمة العلاج النفسي والتأهيل الاجتماعي لكل طفل فلسطيني فقد الأهل والأقارب فقدمت الدعم النفسي لأكثر من أربعين ألف طفل سواء من خلال الأنشطة الترفيهية كالرسم والرقص والغناء مع الأطفال في الملاجئ والمخيمات رغبة في رؤية ابتسامة أمل على شفاه من شردتهم حرب الإبادة الجمعية وتركزت جهود المنظمة الدولية على احتواء الأطفال المصابين بصدمات نفسية حادة وإخضاعهم لجلسات تفريغ مشاعرهم السلبية جراء الأهوال التي تعرضوا إليها على مدار شهور عصيبة خصوصا مع الذين يعانون من صعوبة في التحدث أو التواصل